اشتركوا في القناة مؤخرا مؤكدين ان مثل هذه اللقاءات الودية لها عظيم الاثر في اثراء القطاع السياحي في ظل استقرار المنطقة والتحولات الايجابية التاريخية الامر الذي سيسهم في انعاش القطاع السياحي بشكل كبير متطلعين للمزيد من التعاون في كل البلدين وفتح المجال امام الاستثمار في هذا القطاع الحيوي واشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة الى التطورات ومستجدات القطاع السياحي في البحرين والجهود التي تبدلها الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في سبيل تعزيز هذا القطاع ورفضه بالمقاومات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات السياحية وترسيخ الصورة العريقة لمملكة البحرين المرحبة والجاذبة للزوار من المنطقة والعالم وتطرق الى ان المجال مفتوح لتطوير الحركة السياحية بين البلدين وتسهيل الاجراءات اجراءات السفر الرسمية بينهما اشتركوا في القناة